السلام عليكم والله يسعد اوقاتكم نظام الملفات او الفايل سيستم اللي بتستخدمه اغلب توزيعات اللينوكس بشكل افتراضي هو الاكستندد فور او الاي اكس تي فور اللي هو عبارة عن تطوير عن النسخة الاقدم من هاد نظام الملفات اللي كانت الاي اكس تي ثري الاي اكس تي ثري مكتوبة من التسعينات والاي اكس تي فور كمان من نفس الفترة النظام نظام الملفات طبعا لا بقس فيه ويناسب احتياجات اغلب المستخدمين هلأ بالنسبة للمستخدم العادي ما رح تفرق معك انت شو هو نوع نظام الملفات اللي عمالك تستخدمه اما وقت اللي بنجي للسيستم ادمينستريترز او اللي بيديروا سيرفرات اللي بيشتغلوا بالاي تي فاكيد نوع نظام الملفات اللي انت بتستخدمه يعني هاد من المواضيع الهامة جدا اللي لازم انك تعرفها خاصة وقت اللي بتكون عمالك تتعامل مع سيرفرات كبيرة مع ملفات ضخمة مع عدة اقراص صلبة او مع اجهزة ناز باحجام ضخمة فبهي الحالة لازم يكون في عندك نظام ملفات سوليد او مضمون الاستخدام وفي حال صار في عندك مشكلة باورس من الاقراص اللي عمالك تستخدمها بالسيرفر اللي عندك تكون عملية او بالداتا سنتر تكون عملية استبدال هاد القرص او ضمان انه ما تضيع البيانات اللي عندك عملية مضمونة لهذا السبب يعني بسنة الالفين وسبعة شركة اوراكل وهلا حاليا صار المشروع مدعوم من اكتر من شركة مو بس اوراكل لحالها شركة اوراكل انشأت نظام ملفات جديد اللي هو البيتر اف اس او البيتري اف اس او البيتي ار اف اس سميها الاسم اللي بدك ايها او البيتر اف اس انا بحسه الاسم المناسب اكتر لانه هو فعلا نظام ملفات افضل من غيره اللي بميز هاد النظام هي عدة نياط اول شي انه في عندي ميزة اول شي انه في عندي ميزة الشفاء التلقائي او السلف هيلينج في عندي ميزة الريد انه ممكن من خلال اني صاح مباشرة اني اعمل ريد زيرو ريد وان ممكن اني اتعامل مع اكتر من ارس واحد وحطهم او اكتر من هارد واحد وحطهم على نفس المونت بوينت الميزة الاهم او الكتير فيتشر للبتر اف اس اللي هي السناب شات انه انا باخد صورة عن المونت بوينت عن النظام عن فولدر معين عن سب فوليوم وممكن اني استرجعها فيما بعد في حال صار في عندي ضياع للبيانات اللي رح نعملو بفيديو اليوم انه رح نشوف كيف ممكن اني استخدم الفايل سيستيم نظام الملفات البتر اف اس كيف ممكن اني ضيف اكتر من هارد واحد لنفس المونت بوينت كيف ممكن اني بعدين زيد حجم هاي المونت بوينت اذا صار في عندي نقص بالمساحة كيف ممكن اني انشئ سب فوليوم كيف ممكن اني انشئ سناب شات وكيف ممكن اني استرجع من السناب شات طبعا ما رح نفوت بتفاصيل اني نصب النظام على التوزيعة اني نصبها على نظام ملفات بيتر اف اس هذا رح نغطيه بفيديو تاني مع السنابر اللي هي ممكن اني اعمل سناب شات عن السيستيم بالكامل وانما اليوم بس رح نفوت بكيفية بكيفية التأقلم مع نظام الملفات بيتر اف اس هلا التوزيعة اللي انا موجود عليها ما لها مهمة ابدا ولكن في عندي توزيعتين اللي بيجوا بشكل افتراضي مع البتر اف اس ولكن انت اذا كان بدك تمشي مع الخطوات اللي رح نشوفها بفيديو اليوم سواء كنت على ارد سواء كنت على ديبيان سواء كنت على ابونتو فلازم انك تثبت برنامج واحد اللي بيسمح لك انك تتعامل مع البتر اف اس لنقول اذا كنت انت موجود على ارد رح نقل له سودو باكمان داش اس بي تي ار اس داش بروغ داش بروغس هاي بالنسبة لارج بالنسبة لابونتو وديبيان بدل السودو رح نقل له سودو ابت انستول ونفس الباكيج رح ننزلها هاي الطريقة بتتيح لي اني اتعامل مع نظام الملفات حتى لو ما كانت التوزيعة مسبتة على نظام بيتر اف اس هلا انا هون بهذا النظام اللي عندي انا مجهز اربع اقراص صلبة حاطتها على الجهاز اللي هي خليني اول شي انا هون موجود ضمن اكاونت روت لانه كل الاوامر اللي رح نشوفها لازم اني استخدمها مع اما روت او مع صلاحيات سودو فلحتى ما اكتب سودو كل مرة بدي نفس امر انا دخلت كروت وانت طبعا ما لازم انك تدخل روت لانه كلنا بنعرف شو اخطار انك تكون عمالك تشتغل على الجهاز وانت روت فخليني اول شي اقول له ال اس بي ال كي لحتى شوف انه انا في عندي اربع اقراص اللي هنن ال اس دي اي اي ال اس دي اي اس دي بي اس دي سي وال اس دي دي كل هاي الاقراص انا عاملها بحجم 5 جيجا طبعا انا اخترت انه تكون الاقراص بحجم باحجام متساوية بس لحتى ما يكون في عندي ضياع او ما حتى انه شوف انه هاد اكبر هاد اظهر فان اخترت الكل انه يكونوا متساويين هلا اول شي هاي الاقراص ما في عليها اي نظام ملفات فاول خطوة لازم اني اعملها اني انشئ نظام الملفات اللي هو بحالتنا البتر اف اس وانا بدي اختار انه تكون الاقراص الثلاثة او الاقراص الاربعة بدي حطها على نفس الماونت بوينت بدي تكون كنقطة واحدة كدرايفر كدرايف واحدة فالخطوة الاولى اللي رح اعملها اني رح ااخد ال اس دي اي والبي والسي هادول رح انشئهم بالبداية وبعدين رح نشوف كيف ممكن اني ضيف ال اس دي دي فخلينا اول شي لحتى انشئ نظام الملفات رح قلو مكي اف اس دوت بي تي ار اف اس وباعتبار انه انا بدي اعمله يكون ريد زيرو رح قلو داش دي ريد زيرو وبالنسبة للميتا داتا الداش دي هاي بالنسبة للداتا وبالنسبة للميتا داتا رح اعملها ريد وان فرح قلو داش دي ريد زيرو داش ام ريد وان بعدين شو هي الاقراص اللي بدي انشئها رح تكون الديف اس دي اي ديف اس دي بي والديف اس دي سي الاس دي دي حاليا رح نتركها لبعدين رح انشئ هاي الملفات هلا خلينا نشوف تمت عملية انشاء الملفات بشكل صح اعطاني سمري عن الاشياء اللي عملها مثل ما اللي شايف انه الحجم الاجمالي طلع عندي 15 جيجا باعتبار انه انا انشئت ثلاث اقراص كل واحد خمسة فاعطاني انه الحجم الاجمالي هو 15 جيجا وعطاني وين تمت الاقراص اللي هي الاس دي اي الاس دي بي والاس دي سي طيب هلا بعد ما انشأت نظام الملفات لازم اني اعمل عملية اني اعمل مونت بوينت معينة اعمل فولدر معين لحتى ثبت هاي الاقراص عليه او اعمل عملية المونت رح قل له ام كي دير داتا هلا اذا اشيت للسي دي لالسلاش وقلت له لالسلاش وقلت له لالسلاش وقلت له لالسلاش وقلت له رح شوف انه في عندي ديركتوري جديد اللي هو الداتا على هاد الداتا بدي اعمل عملية المونت فرح قل له مونت انا رح اختار متل ما حكيت انه في عندي 30 اقراس رح اختار والثلاثة عاملهم ك میور ريجت زيرو فرح اختار واحد منهون واعمل له عملية المونت رح اختار الاس دي اي رح قل له ديف واس دي اي هاد رح اعمل له عملية المونت على الداتا هلا اذا رشان عملنا الاس بي ال كي رح شوف انه الاس دي اي صار موجود بس هلأ بدي شوف كيف رح استخدم البي تي ار اف اس فاول امر من الاوامر اللي رح نستخدمها اللي هو بي تي ار اف اس طبعا انت اذا ماكنت كاروت كل هاي الاوامر لازم تكون مع سودو بس انا بدون سودو لاني داخل كاروت فراح قلو بي تي ار اف اس فايل سيستم وبعدين رح قلو شو هاد رح يعطيني السامري اللي شفناه واتمت عملية الانشاء طيب هلأ بعد هاي الخطوة في عندي عدة اوامر نحن عملنا عملية الماونت متل ما حكيت طيب اذا كان بدي شوف شو هو الاستخدام الحالي لنظام الملفات فرح قلو ما في سودو رح قلو بي تي ار اف اس رح قلو فايل سيستم ورح قلو يوزيج وبعدين الماونت بوينت اللي اخترتها اللي كانت بحالتي الداتا فاذا جيت لهاي النقطة رح شوف انه في عندي في عندي الحجم متل ما حكيت اللي هو 15 جيجا ورح شوف انه في عندي الاقراص اللي 3 موجودة طيب هلأ بدي انشئ ملف كبير يكون حجمه لنقول 5 او 10 جيجا انا رح اختار ملف اصغر لانه الحجم الاجمالي اللي هاليا هو 15 جيجا فرح ننشئ ملف بحجم 5 جيجا ورح حطه على الماونت بوينت ورح شوف انه محتوى هاد الملف رح يتوزع بين الاقراص اللي 3 فلحتى انشئ ملف كبير انت طبعا ممكن انه يكون ملف فعلي بس انا لاغراض هاد الفيديو رح يكون ملف وهمي فرح قلو اف الوكايت داش ال رح قول 5 جيجا هاد الملف اللي بدي اعمله رح يكون طبعا موجود ضمن الديتا ورح سمي هاد الملف فايل واحد دوت اي ام جي فهلأ اذا قلت له بي تي ار اف اس فايل سيستم يوزيج والديتا اللي هي الماونت بوينت اللي عملت الملف ضمنها رح شوف انه صار في عندي مستخدم من الفايل سيستم خمسة جيجا والخمسة جيجا اتوزعت على الاقراص اللي 3 ليش لاني انا بالاساس عملته ريد زيرو طيب هاد في حال كان بدي انشئ ملف او بدي استخدم الاقراص بالكامل لحتى خزن بياناتي عليها طيب شو بيصير اذا انا ما ضل عندي مساحة وبيدي اضيف مساحة اضافية لهذا السبب انا مثل ما حكيت انه لسه في عندي الاس دي دي الاس دي دي رح ضيفه للمونت بوينت اللي موجودة عندي فرح ارجع له بي تي ار اف اس رح قل له دي وايس رح قل له ااد وبعدين شو هو الجهاز او الهارد اللي بدي يضيفه متل ما حكيت انه انا لسه في عندي الاس دي دي فاضي او غير مستخدم هاد بدي يضيفه للمونت بوينت الاساسية رح ضيفه على الدادا فهلأ اذا شفت اذا رجعنا للبي تي ار اف اس وقلت له فايل سيستم قلت له شو رح شوف انه صار في عندي جهاز جديد اللي هو الدي اي دي اربعة اللي هو موجود على الاس دي دي بس لو ورجعت وقلت له بي تي ار اف اس فايل سيستم يوزيج ديتا رح شوف انه متل ما منتذكر انه انا عملت ملف بحجم خمسة جيجا اذا لاحظت انه هاد الملف الجديد او الجهاز الجديد الهارد الجديد اللي يضيفته الملف الاساسي ما راح له يعني لسه في عندي كامل المساحة الموجودة على الاس دي دي متاحة عملية توزيع المساحة ما نضافت او ما توزعت على الارس الجديد على الهارد الجديد هاد الشي لازم اني اعمله بشكل يدوي لحتى اعمل هاي العملية رح قل له بي تي ار اف اس ورح قل له بالانس رح قل له ستارت وبعدين رح قل له بي جي هلا نشوف داش داش بي جي ليش وبعدين رح قل له الماونت بوينت اللي عندي هلا البالانس رح تعمل لي عملية التوزيع المساحة المستخدمة على كافة الاقراص الستارت لحتى يبتدي فيها والداش داش بي جي لحتى بتم هاي العملية بالخلفية وما يطلع عندي اي بيانات على اي اوتبوت بالترمينال والمونت والمونت بوينت اللي بدي اعمل عملية التساوي عليها عملية البالانس عليها فهلا بنضغط انتر ورح شوف انه رح يعطيني كاونت داون بعد ما يخلص العد التنازلي بتبتدي عملية البالانس هلا باعتبار انه الملف اللي انا حطيته ما له ملف كبير فالعملية رح تخلص بشكل سريع بس اذا كان في عندي بيانات بحجام كبيرة لنقول بعشرات او مئات الجيجا فالعملية رح تكون بطيئة اذا كان بدي تشوف اداء العملية او اداء عملية البالانس فبرجع بدل ما قل له البالانس ستارت رح قل له بالانس والستايتوس كمان على المونت بوينت نفسها هلا بهي الحالة انا شايف انه ما عطاني اوتبوت لانه العملية خلصت بشكل سريع بس اذا كان في عندي بيانات اكتر رح يعطيني النسبة المئوية لعملية البالانس المتبقية نسبة المئوية المتبقية طيب خلينا نتأكد انه المساحة توزعت على الاقراص بالكامل فرح نرجع لل وبالنسبة للمونت بوينت اللي كانت الداتا فهلا اذا لاحظت انه من الخمسة جيجا اللي انا انشأتهم توزعوا على الاقراص الاربعة حتى اذا انتبهت لا المساحة غير المستخدمة كمان قلت على الاقراص الاربعة او على القرص الرابع طيب هاي في حال كان بدي اضيف اورس جديد او بدي اضيف مساحة اضافية اذا كنت بدي احزف مساحة ما لي بحاجتها بدل ما قل له اد ديفايز اد رح قل له بي تي ار اف اس ديفايز وبدل الاد رح قل له ريموف ورح قل له ديف رح نحزف الاس دي دي رح احزف الاس دي دي طبعا من الماونت بوينت اللي حطيتها طيب بعد ما حزفت هاي النقطة اذا قلت له بي تي ار اف اس فايل سيستم يوزيج وكمان بالنسبة للماونت بوينت رح شوف انه الاس دي دي ما عادت موجودة بس بعد ما حزفت هاد الجهاز لازم اني ارجع اعمل عملية البالانس من اول وجديد فمنرجع لعملية البالانس ومنعملها مرة ثانية كمان بعد ما يخلص العادة التنازلي رح يعمل عملية توزيع المساحة او البيانات على كافة الاقراص هاي بالنسبة للاستخدام البسيط وكيفية انشاء الماونت بوينت وكيفية انشاء الفايل سيستم طبعا بالنسبة للماونت بوينت انا اذا كان بدي يتم عملية الماونت بشكل تلقائي اول ما اقلع بالجهاز فطبعا لازم اني عدل ملف الاف اس تاب فاذا رشعنا للبي تي ار اف اس فايل سيستم شو رح شوف انه بالنسبة للقرص اللي انا مستخدمه او اللي هو الفايل سيستم الجديد اللي انا عملته فيه عندي اليو يو اي دي الاول اللي هو اللي نازل عليه النظام انا اللي بهمني بحالتي اللي موجودة عليه الاقراص التلاتة فانا شايف انه فيه عندي اليو يو اي دي رح انسخ هاد الملف الرقم رح قلو كونتروت شيفت سي ورح قلو فيم اي تي سي اف اس تاب رح ايشي لنهاية الملف رح قلو يو يو اي دي يساوي بنسخ بعمل عملية لصق للرقم اللي نسخته بعدين شو هي الماونت بوينت اللي بدي يكون موجود عليها متل ما حكيت نحنا عملناها على الداة بعدين سبيس رح حط نزام الملفات اللي انا عملته البي تي ار اف اس بعدين رح قلو سبيس رح ناخد خيارات الماونتنج الدي فولت بعدين سبيس زيرو سبيس زيرو هلا بحفظ هاد الملف ووقت اللي بعمل اعادة تشغيل الداة رح تكون موجودة ضمن النزام عندي وما في داعي اني ارجع اعمل عملية ماونت بشكل يدوي طيب هاي كانت بالنسبة لكيفية تتعامل مع النزام خلينا هلا نجي لكيف ممكن اني انشئ السب فوليومز وكيف ممكن اني ااخد سناب شات من سب فوليوم معين انا في عندي نوعين او في عندي ثلاث انواع من انواع السب فوليومز في عندي ما يسمى الديفولت وبعدين في عندي التوب ليفل وبعدين في عندي السناب شات الديفولت والتوب ليفل هادول بيتم انشاء هون وقت اللي انا بانشئ النظام نظام الملفات بعدين ممكن اني انشئ اي السب فوليوم انا بديه فرح نرجع للمونت بوينت الدياتا اللي انشئناها ضمن هاي المونت بوينت رح انشئ اكتر من سب فوليوم السب فوليوم وقت اللي بانشئه بيتعامل معه كأنه ديركتري او فولدر عادي بس طبعا متل ما حكيت بعتبار انه سب ووليوم فيه الو ميزات اضافية من اهمها السناب شات فانا حتى انشئ سب فوليوم رح قلو بي تي ار اف اس سب فوليوم رح قلو كورييت وين بدي اعملو بدي اعملو ضمن مونت بوينت موجود عليها بتر اف اس اللي هي الديتا ضمن الديتا رح قلو دير وان هاد رح انشئ اول مثار ضمن الديتا كمان رح انشئ الدير تو هلا ضمن الدير وان رح انشئ عدة ملفات فرح قلو تاتش ديتا دير واحد ضمن الدير وان رح قلو انشئ لي فايل واحد ورح قلو انشئ لي فايل اتنين طيب هلا هادول اتنين هن عبارة عن ديركتري واسب فوليوم خلينا ننشئ مجلد عادي رح قلو ميك دير ضمن الديتا رح قلو دير ثلاثة هلا اذا قلت الاس داش ال للديتا رح شوف انه فصار في عندي الدير واحد والدير اتنين والدير ثلاثة ولكن لو قلت بي تي ار اف اس سب فوليوم ليست ضمن الديتا رح شوف انه عندي بس الدير واحد والدير اتنين اللي هنين السب فوليوم في حين انه الدير ثلاثة ما طلع لانه عبارة عن مجلد عادي اذا انتبهت وقت اللي قلت له السب فوليوم ليست اعطاني عدة بيانات تانية غير السب فوليوم اللي انا انشأتها اعطاني سب فوليوم اي دي هاد ممكن اني استخدمه بعملية المونت اذا انا ما كان بدي استخدم الدير او استخدم المسار اللي بيوصل للسب فممكن اني استخدمه الاي دي وبعدين عطاني الجنوريشن كمان اللي هو اي دي معين او خاص بهاد السب فوليوم وبعدين عطاني التوب ليفل اللي حكيت عنه بالبداية من انواع السب فوليوم اللي هو دائما بحالة اللي هو دائما بحالة التوب ليفل رح يكون خمسة او الفايف طيب هاد بالنسبة لكيفية انشاء السب فوليوم طيب انا اذا كنت بدي احزف خلينا بدون ما نحزف اذا كنت بدي انشئ السناب شات او الصورة عن سب فوليوم معين طبعا السناب شات بتتم بس على سب فوليوم ما فيني اعمل سناب شات لدي ركتري او فولدر عادي لازم يكون سب فوليوم بالبتر اف اس فانا رح قلو بي تي ار اف اس سب فوليوم رح قلو سناب شات وبعدين رح اعطي المصدر والجهة رح اعطي السورس والتارجت فالسورس رح يكون عندي اللي هو الديتا ورح قلو اللي هو الدير وان التارجت رح يكون دايتا هاد الاسم طبعا انا بحطه بالشكل اللي بديها رح قلو اللي بدي سمي السناب شات بدي سميها دير وان داش سناب هلا تمت عملية الانشاء خلينا نتأكد انه صار موجود الاسناب شات عندي فاسألت الاس داش ال لديتا رح شوف انه صار في عندي الدير وان صار في عندي الدير وان سناب ولسه في عندي الدير تو والدير ثري طيب هاي السناب شات اللي انشأتها هي سناب شات قابلة للقراءة والكتابة اللي هي الريد رايت انا اذا كان بدي اعمل سناب شات تكون بس ريد اونلي يعني ما لي قادر اني عدل على محتوياتها فرح قلو سناب رح قلو بي تي ار اف ايس ساب ووليوم سناب شات رح قلو داش ار وبعدين متل ما حكيت رح حط السورس والتارجت فالصورس رح نقول له اللي هو الديتا واللي هو الدير تو وبالنسبة للتارجت رح سمي ديتا دير تو داش ار او داش سناب طيب هلا انا هيك ما شفت انه تغير عندي اي شيء هلا اذا جيت وقلت له بي تي ار اف ايس وبعدين قلت له اللي قلت له الساب ووليوم ليست ضمن الديتا رح شوف انه في عندي الدير وان سناب اللي عملناها اللي هي ريد رايت وفي عندي الدير تو اللي عملتها ريد اونلي طيب خلينا نتأكد انه السناب شات التانية هي عبارة عن ريد اونلي فانا لو اجيت وقلت له تاتش ديتا دير تو داش ار او رح سمي اي ملف رح قل له فايل ثري ضغطت انتر رح شوف انه عطاني ما قدر يعمل هاي العملية ليش لانه الفايل سيستيم هو عبارة عن ريد اونلي طيب انا اذا بعدين غيرت رأيي وبيدي هادي الساب فوليوم او السناب شات اللي انا عاملها كريد اونلي غيرها لريد رايت رح قل له بي تي ار اف اس رح قل له برابرتي رح قل له ست رح قل له داش رح قل له داش تي اث وبعدين رح حط الباث لهاي السناب شات اللي كان هو عبارة عن ديتا دير دير تو داش ار او اللي هي الساب فوليوم او السناب شات اللي انشأتها وبعدين رح قل له وبعدين رح قل له رح قل له رح قل له فالس هلا بهاي الحالة حول ليها من ريد اونلي لريد رايت خلينا نتأكد من انه صار ممكن اني اكتب على هاي السناب شات فاذا رجعنا للامر اللي عملنا من شوي اللي هو التوتش على الديتا على دير تو داش ار او كمان رح قل له فايل ثري هلا لو قلت ال اس للديتا دير تو داش رح شوف انه الفايل ثري صار موجود ضمن هاي الاسناب شات طيب انا اذا كان بدي احزف ساب فوليوم فراح اجي وقل له خلينا اول شي نقل له بتر ايف ايس ساب فوليوم ليس ضمن الديتا خلينا نشوف شو هي الساب ووليوم اللي عندي وانا بدي احزف السناب شات اللي عملتها فرح قل له بتر ايف اس رح قل له الساب فوليوم delete وبعدين بعطيه ال sub volume اللي بدي أحسفه فرح قل له data رح قل له حزف لي d1 dash ورح قل له حزف لي data d2 dash ro dash snap هلا لو رجعت لل sub volume list رح شوف انه d1 ضل عندي d1 والd2 لو عملت ls dash l للdata كمان رح شوف انه ال d1 ما عادت موجودة d1 dash snap ما عادت موجودة والd2 dash ro dash snap ما عادت موجودة طبعا اللي شوفنا اليوم كان بس مجرد عملية تعريف عن شو هو نظام الملفات وكيف ممكن اني اتعاملها مثل ما حكيت نحنا ما عملنا عملية تثبيت النظام على نظام ملفات better fs ولكن بفيديوهات جاية ان شاء الله رح نشوف كيف ممكن اني ثبت الarch طبعا بعد نزلت اداة الarch الجديدة للتنزيل صارت عملية تثبيت arch بغاية البساطة رح نثبتها على better fs رح نشوف كيف ممكن اني ثبت السنابر كيف ممكن اني اعمل اني ااخد snap shots عن النظام بشكل اوتوماتيكي لنقول وقت اللي بعمل عملية تثبيت برنامج جديدة او update كيف ممكن انه ياخد snap shot كيف ممكن اني ضيفها لـ grab menu لحتى بعدين استرجع النظام من الـ snap shot او ارجع لـ snap shot قديمة في حال كان في عندي اي مشكلة بالجهاز اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب ومشاركة المحتوى مع اصدقائكم واصحابكم اراءكم وتعليقاتكم تركوا لي اياها بقسم التعليقات بالنسبة للاشخاص غير المشتركين اذا شايفين المحتوى اللي عمنا نقدمه مفيد وممتع فلا تنسوا الاشتراك لحتنا نكبر مع بعض يوم ورا يوم بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة